أتعبت في تربيتي خلوقي وأدابي وكذا راحاتي نورت لي دربي إن حبك يا أمي وإن حبك يا أبي حبكم يجل في جمعين في حسابي مرحبا بكم في عدد جديد من حسابكم أولادنا تحت جنحنا علاش أولادنا تحت جنحنا لأن أولادكم هما أولادنا وأنتم يا أولياء عندكم تساؤلات فيما يخص تربية أولادكم في حالات معينة على هذا الشيء اللي رأنا اليوم مع أخي السعيين باش نتكلموا على حالات معينة واليوم الموضوع أنت اليوم موضوع مهم هو كثرة الحركة وعدم التركيز وكيف يسموها الحركة المفرطة يعني الأطفال اللي يتحركوا بزاف تسيبوا يمشي في كل جهة هكذا ما تقدرش تتحكم فيه هذا بيننا اليوم مع أخي السعيين نتكلموا على هذا النوع من الأطفال كيفاش نتعاملوا معهم هل هذه حاجة خطيرة هل هذه حاجة تعالج هل هذه حاجة كيفاش كيفاش تعالج هل يجبوا عرضوا على أخي السعي ولا لا لا اليوم راح نجاوبوا على كامل هذه التساؤلات مع أخي السعيين معنا اليوم الأستاذة في علم النفس تفاحي هانية مرحبا بك مرحبا بك أستاذة شرفتينة شرفتينة تفضلي 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 معنا كذلك الأستاذ 39 سنة في سلك التعليم السيد نوردين لابري مرحبا بك شرفتنا شرفتنا تفضل تفضل ومعنا كذلك ولي أمر أب يجي قسمنا التجربة تعود مع أوليده معنا اليوم بزينا حسين مرحبا بك شرفتنا شرفتنا تفضل تفضل كم كل مرة نستضيفوا طفل أو طفلة يدير الواجبات المدرسية في هذا المكتب الجميل باش انتوما يا أطفال كذلك يديروا الواجبات تعكم بانتظام معنا آيا تعالي 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 وش ركي بنتي؟ الحمد لله نغز الحمد لله شعر في عمرك آيا؟ 11 حلق 11 يوم؟ 1 سنة 1 سنة الله يبارك وش بسنة الدرسي؟ برمية غانية برمية غانية في لسي؟ سيام في سيام سيام ولا متوسط الله يبارك بنتي كيفش دير الواجبات تعالي تعالي تخليها التراكم عليك ديرها بانتظام حتى ماما تقولك روح يدير الواجبات ولا وحدك كيفش؟ ديرها بانتظام بانتظام وتسنينهم ما يقولوا لك ولا ديرهم وحدك الواجبات مين داك يقولوا لك؟ روحي تقراي يا أخي وتاخدير راي آيا فرافو بنتي روحي للمكتب هذاك ديري الواجبات تعالي وانتم متنية أطفال لازم تديروا الواجبات المدرسية تعالي بانتظام باش تنجحوا لأن النجاح أجمل هدية لولدكم مرحبا بكم مرحبا بكم كثرت الحركة وقلت التركيز كما يقولون النشاط المفرد النشاط المفرد بزاف الأولياء اللي يتعرضون له بزاف مثلا تروح انت تضيف عند الناس ولا يجيوك ناس دياف ولا يجيك واحد من الأقارب ولا بالمرة تلاحظ أنه وليده ولا بنته يتحرك بزاف نتسألوا نتسألوا يا هل ترى بكري نوصلوا حتى نناخدوا بعض الأفكار المسبقة على هاد شي قال بلك الطفل هذا والدي ما اعتنوش بيه بلك كذا ولكن اليوم عن طريق العلم عن طريق علم النفس وكامل ولاد معروفة هاد الحالة هذي ماذا بينا اليوم الأولياء اللي يشوفوا فينا يتسألوا عن لي بير اكتيفتي هذي يا هل ترى هي حاجة خطيرة ماشي خطيرة مع من نتكلموا مع أي أخي السائي نتكلموا ماذا بينا نبدأ بك سيدة فاحي هنية مختصة في علم النفس ماذا بينا تشخصينا هاد الحالة هذي هاد الحالة كيفاش الأولياء يقدروا يعرفوها وهاد الأولياء كيفاش يقدروا يتعاملوا معها شكرك أستاذ يزيد على هذه الدعوة وسلام عليكم مرحبو بيك بالنسبة للليبار اكتيفتي أو النشاط المفرد وهذا المصطلح كي ناخدوه دايما يمشي معه مصطلح آخر وهو نقص الانتباه لأن الطفل الكثير والتركيز ولأ لأن الطفل الكثير الحركة هو الطفل الذي لا ينتبه ولا يركز داكو دعوها منا نقص الانتباه هذا يبدأنا في السن تلت سنوات تقدر الأمهات أنها تقول أو تكتشف بعض الأعراض اللي تلقاها عند الطفل تقولك أنه ليس طفل عادي كباقي الأطفال من بين هذه الأعراض اللي نقدر نشوفوها مثلا الطفل ما يقدرش بغي أكزامبل في الطاب لا تابت على كويزين كيكونوا قاعدين ما يقدرش يقعد محتادل يبدأ يزغد رجليه مثلا كيمس الصحن يقدر يطياح الكاس يقدر يطياح القارورة مثلا كيكونوا يهدروا كيكون حوار يدخل بلا ما يحترم قواعد الحوار اللي رأنا ندرسوها في سنة ثانية أو سنة ثالثة ابتدائي اللي تقول لك باش ندير حوار باش ندخل لازم أستأذن هو ما عندوش الاستئذن في جميع الميادين مثلا لا يستأذن لا في الكلام ولا في الأكل ولا في أي شيء ممكن يقدر يديره ونلقاوا كثير الحركة هي معروفة أكتر عند الدكور بقابل البانات ونحن لو كنشوفوه نقولوا بقابل البانات هما اللي يخفاف ولكن هذا يحدث يحدث العكس نعم نجيد هل هي حالة خطيرة هي ليست حالة خطيرة ولكن لا يستهانوا بها لأن علاش هذا الطفل يكون بعدها يأضطر في العلاقات الاجتماعية العلاقات المدرسية مع زملاء إلى غير ذلك لازم نخذوها في الوقت المناسب لأن كل علاج مبتدئ مبكر يعطينا نتائج أفضل نتائج أفضل وهي ليست حالة خطيرة وإنما هو عبارة كنا عودوا نقوله هو عبارة عن سلوك مستمر متكرر يقوم به ذلك الطفل وش معنتها؟ معنتها ما تكونش عنده القدرة على التركيز على الانتباه على قيام بنشاطاته اليومية والمدرسية كذلك نلقاه عنده أنه لا يهتم بذلك شيء ويكون معتدل لا يهتم بذلك عدم الاتمام لازم مباشرة يكون بس كي قلنا لاش دو تخوز ستاديخ سوار رح تكتشفوه يكتشفوه الأولياء في البيت وعادة يكتشفوه هما قبل ولا في الحازانة وعلا قبل من يكتشفوه في المدرسة ولكن هما غير يعرفوا يعني الحاجة اللولا اللي لازم نقدروا نديروها بينسو طفل هذا يروح للبيدياتر هي اللي تقول لك كين لسين ديبار اكتيفتي ولا مكاش بس كي يقدر يكون هو كثير الحركة يأكل مليح يأخذ لفيتامين مليح بسح الحركة تعو لا تعكس يعني الحركة تعو إيجابية ليست سلبية كي تكون حركة غير مضرة احنا ما يدرناش احنا المشكل كي تكون حركة فوق اللازم بأكزام دراري بيناتهم يجروا يطبعوا بيناتهم هنا يكون التساعد يعني يكون خطر على حياتهم خطرة بعد ما نروح البيدياتر احنا يجينا كأخصائي نفسانيين يجينا في كل لتر دوريونتاسيون بسيكولوج كي يجيني هنا في هاد الحالة مدبيا نشتوقفك هنا باش في الأخير نرجع لك يعطينا الحلول والثلاثم يعني وش نقدر ده هي الإجراءة اللاج قبل ما نتكلم معك أستاذ لابري مدبيا نتكلم مع الأستاذ حسين بزينا اللي جانا باش يتكلمنا على كانت فضلك الأستاذة وقالت أنت عندك ولدك إباراكتيف حبيتك تحكينا التجربة كيف عرفتوا بليو إباراكتيف وكيف تعاملتوا مع الوضع هذا وش رأيكم نديروا كعلاج باش مبعد نرجعوا الأخيصائيين يعطيونا الطرق المطلئ شكرا أستاذ نشكرا لك على الاستيضافة لما كانت تكلم الأستاذة كنت نرد شاريت أرجعت تكلم على كتكون نوت فترة ويريح معاك ملولة وش كنت تكلم هي رديت شاريت كومبلي أحنا لما كان أوليدي لما كان رضيع كان يرضع في الليل يرقد يفطن سبعة تاع سبعة نحنا تسألنا قلنا وش سر نوت مكري لا لا يفطن سبعة يعني ليل كومبلي ما يفطن ما ينوتش ما ينوتش ما ينوتش ولينا نخاف ونمشوه بعد عام ونص تغير نهائيا ولا كثير الحركة ما ما تصور شي يتحرك في أي اتجاه تتخيل ويروح بعد بدأ يمشي بعد بدأ يمشي ولا تكارثة أكثر كنا نروح ندير زيارة عائلية في مرة قلت لي الزوجة هذه العائلة التي سنزورها قلت لي موذبي يذهب وحدي لا لا تذهب وحدك قلت لي الأب تاهم قال لهم موذبي أن تأتي هذه المرة لا تأتي بش والدها معها اي فهم هاو طلعها راح للتلفيزيون هاو تخل من راح أي حاجة يلقاها هيمسها هذا هل طيب عرضتوها على أخصائيين عرضنا على أخصائيين قال لك راهوا في صحة جيدة ايه وليبر اكتيفيت صابوها عندو صابوها عندو وش قالوا لكم ديرو لو دير رياضة ايه دير رياضة والو دخلتوا المسبح قلت بلك يعيا يروح والو قدتوا دير ساعة تقريبا ساعة كي جيت داخل ضيالة لقيت المدرب قلت له وراء يتحرك بزاف وكذا قال لي شوالك تكزاجيري قال لي خليه وروح قلت له هاني يخليه هو طلقه مباشرة وراح راح يرمي راحو في اله رابيسين كي روح في الليل مرقدش مرقدش 12 تاعة الليل باش بداي يعيا كنت نضطر كي نسافر بعد استشار الطبيب قلت له الوالدين سافر انا سكن في ولاية حدودية بعيدة بنزور الوالدين كنت نضطر راح للطبيب وقل له تعطيني مونو ولا حاجة ولا في مره من الحياة في مره من مرات عطاني دوا قال لي يشرب له غير مغرف وان شاء الله يرقد وان شاء الله لا بس كي زينة خارجين من العاصمة عطيته هذك الدوا خمس دقائق بداي عيا ارقد مش حال ارقد ارقدت خمس دقائق افطل عاو افطل 700 كيلو كيف اشحلتو في الدراسة في الدراسة كن متحمس بشي يروح يقرأ كي دخلنا طروا جور بعثونا استدعاء من المدرسة من المعلم يا هو يا احنا المعلمة ما اقدر او هنا او لي او صحة كتير واللي تكيروح معاه المدرسة هذك الولاد واللي يحبوه تلمو يدير لهم الامبيونس والحرقة ويحبون وليت المدرسة كي اعطي عارفو اه معاه بشوية عرضتو على اخصائق يقال لي روحوا معاه بشوية شوية رياضة شوية رياضة واللي تنديه المساحات الواسعة يعيشري تلمو يزري بزاف انا نعيه هو ما يعيش ونهار اللي يدير رياضة هكذا ولا يمشي بره ولا سكو يرقد في الليل ما يرقدش مشكلة مرة سيرقدش بيع متقطع لا هاكي خلاص بشي يرقد يرقد يعني 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 يقعد قاعد حتى يرقد يقعد قاعد لاني هو يرقد متأخر ساعتنا يسهل ويسهل ويسهل وتجيبني الفطنة روح نطلع ليه وش راو يدي وش سيبوا يدي هي نخضح تياطات ينغلق جميع الأبواب اللي فيهم كوزينا ينسون فيهم الضرب خليلوا غير بيتعو بيتعو وش يدير سكو يروح الفيديو ولا يقرأ ولا يكتب ولا يتحرك هاو هنا ومع اللعبة هاو مع ال سكو جربتلوا اللعب اليدوية هذيك حولتوا معاه يعني يحب كنا نجيبولو الألعب ميما يتولهاش بهم بارك يتولها خمس سقائق لهم بعد يتولها غير شوية عرفها خلاص مر مرت انه قع لحديث حادث في الدار انه رح شاعر النار جاب واحد الشيفونة شاعر النار ودارها تحت طابلة وجاموا باشرطن قال لي بابا يعيط البومبييرام جيد هاو حبي شوف البومبييرام هو حبي شوف رجول هو اي حبي البومبييرام هو الولد هذا والله في الحقيقة ماهوش خطر على نفسه هو بوكو بليس خطر على الوالدين لما تكون واحد من الوالدين مريض كما عندي زوجة عندها السكر يربيش فيها ربيش فيها ان شاء الله ما نقدرش نقليه معا اي حي خرع عشرة ربع ساعة يطيع يطيع السكر لا يطلع السكر لا ربيكم في العن ربيكم في العن سيح حسين استاذ لابري ما دام تكلمنا على المدرسة والمعلمين والمعلمين ما قلت له هاي ترود أولو استدعاء قالوا له يا ولدك احنا في هاد المدرسة حقيقة الطفل لما يكون كثير نشاط وكثير حركة وكمل هي المشكلة في المدرسة انه ما هوش وحده يعني او يقرأ في مجموعة يعني بالمرات يعني يعطل في هذيك المشموعة يعني يدير هذيك ما سميش تشويش ولكن سميه تعطيل يعني تعطيل في الدراسة العامل المعلم لازم ياخد موقف يا هل ترى في المضومة التربوية وانتم كمربيين كيف تتعاملوا مع هذ الوضع هذا اسكو تخلوه في القيص ما اسكو تديره في قسم محدو كيف تعاملوا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم حقيقة مشكل طفل الكثير الحركة أو صاحب الحركة البوفريطة حقيقة مشكل مشكل للوالدين نحن الجميع الوالدين للموحيط اللي عايش معه وكذلك في المدرسة هو مشكل ولكن كان بعض الأولياء ينظروا بعض الناس ينظرون إلى هذا الطفل بأنه غير مربي يقولوا هذا الطفل والديه شو تبه مخلاوه ما ربه هذه نظرة خاطئة هذه نظرة خاطئة إذا لاحظنا إذا شفنا طفل في هذا السن المبكر وكثير الحركة هذا ليس دليل على أن أولياء ما عنده حتى علاقة بتربية هو حالة نفسية قد يولدوا بها الطفل حين تكون وراثية ونخلي الدكتورة هي اللي ربما أكثر مني علما بهذا الميدان أنا مخليني الأخير باش باش تنور ناو تنور صيح حسين تاني نعم بارك اليوم هو الزوجة تعويره قدش فيها بك نعم هذا يعني هذا بشكل مهن يعني ما وش ما عنده حتى علاقة بالتربية ثانيا احنا يجونا في المدارس خاصة في الطوار الأولى تلقى تلميذ كثير الحارقة وهذا يصبح مشكل للمعلم ما يقدرش يقري أولا المعلم انتعنا ما عنده استكوين يعني هذا هو المشكل هذا هو ثانيا ما كاش إمكانيات ووسائل في المدرسة وثالثا المعلم إما يبقى مهتم إلا بهذا ويعيه تعبوا ويهمل المجموعة الأخرى إذن مشكلة حقيقية في كل مدارسنا ولكن علماء التربية بعد بحوث وكذا لقاوا بعض العلاجات يعني بعض الوسائل البيداغوجية اللي لازم نستعملها مع هؤلاء الأطفال هؤلاء الأطفال أول حاجة اللي يجب ندوره في المدرسة هو مراقبته أكثر من الآخرين لأنه يستطيع أن يقوم بأعمالين يعني هو خطر على نفسه لا زملاء نعم لازم مراقبته أكثر نعرف في البلاد التلميذ مفرط الحركة إذن المراقبة ثم أثناء النشاطات يعني هذا إجراء التربوي بيداغوجي أثناء النشاطات في القسم أي نشاط في القسم حوار عمل جماعي كذا الأول لازم مطليف لهذا نقعدوا قدامي نقربوا إلي يعني تقربوا منك لأنه كما قالت الدكتورة إنه قليل التركيز بضلط نخصوا التركيز بدي مخصوا التركيز أنا وش ندير أنا نعودوا على التركيز وباش نعودوا على التركيز ما خليش بعد علي لازم ننقربوا إلي هذه واحدة إلي وإلى زملائه هذه واحدة ثانيا لما نكون فيه نشاط نقوم بثلث مراحل هذه معروفة عالميا المرحلة اللولة لازم هذا التلميذ هذا نقعده قدامي ونقول له انظر إلي ونشوف العينية يعني نعلم ويركز مش نتكلم معه وينظر إلى جهات أخرى أنا يبقى دائمين ما روش مركز معك أنا ألفت انتباهه أشد انتباهه ولكن هذا العملية بالوقت نزملها 6 شهور 8 شهور يعني لازم عمل مستمر ثم أعطيه التعليمات اللازمة التعليمات اللازمة بين قوانين صح التعبير تعليمات اللي هذا النشاط لازم نديروه وفق هذه التعليمات وش رح يصرع في أول يوهلار ورايح ما راش حيطبقها لأنه كثير النشاط وكذا وما رحش يطبق بوش ندير نجي المرحلة الثانية التنبيه أو الإعادة نزيد نحكمه ونزيد نعود له ما نسكت عليه لأنك إذا سكت عليه يعني تبعه إذا سكت عليه يقول لك خلاص يعني يقال كلام وإنما نكتوش هو هذا حتى في البيت لما تأمره بفعلي شيء أو عدم فعل لازم تبقى تكرر ذلك حتى تنفيت انتباهه مشي تقول له مرة قال لا يقال وليدي كثير الحركة خليه هذه اللي تبعوه بالعقل ثالثا المرحلة الثالثة إذا تكررت الأمور لازمو العقاب لكن العقاب دائما أنترقيمي العقاب ما روش بالضرب ما روش بالعنف العقاب إما نخرجه من الفوت يشعر بالعزلة مثلا نخرجه من نمنعه من تلك الألعاب يعني حاجات ثم نعاود نرجعه في المرحلة الأخيرة نعاود نرجعه ونقول ورني سامحتك ورني باش منحش كذلك لازم لازم يعني هذا هذا ما ننجي مندير في المدرسة يعني ما ننجي مش ندير أكثر من هذا أختم بمسألة عشتها أنا كثيرا في المدرسة أنا لما كنت مسؤولة عمو أساسا كنا نديره في كل فصل مجلس الأقسام كل الأساتذات على القسم الواحد يجتمعوا على التلاميذ بضب ونتكلم عن تلاميذ تلميذ ذن تلميذ تلميذ بضب فيما يخص مساره وفيما يخص غيرنا وصلوا للتلميذ الفلاني إلا وتلقى أستاذة أو أستاذ ولا زود يا لطيف يعني نقولها كما كما يا رب أنا نقول لهم أنا رئيس المجلس نقول لهم وش بيه أنا عارف ورمجيين نقول لهم وش بيه يا شيخ هذا يا قبيح يظل يتحرك فكنت أقول لهم فكنت أقول لهم أرجوكم هذا أولادنا ما ره لا قبيح ولا كذا إنه تلميذ عادي إلا إلا أنه مصاب بهذه كثير مرشاة الإعاقة ولكن بالعقل أن نستدركوه إن شاء الله نحن وأولياء وما تقولوا ليش هذا التلميذ يقول لك جن بالضبط بالأمية خطر سعلا وهذا الأستاذ والأستاذ نفهمه لأن الأستاذ يعيش معه عيش معه عيش معه ساعد ما يخليه يشرح ما يخليه كذا يعني الأستاذ يتقلق يقول لك كيل حق المجلس رانينا نواسه وأن تجدوني أدافع عنهم حتى ذلك التلميذ نوصل التلميذ اللي ينقص في المستوى يجيب ثمانية على عشرين غير نوصله يا لاطف هذا ما كان ولو ما يقرأ ما يدير أنا هذا كذلك أنا ضد هذه الملاحظات هذه الأحكام مسبقة هذه أحكام أحكام قيمة ما ليس ذنبه هذا التلميذ اللي جاب سبعة ولا جاب ستة مراشد ذبنته فماذا فعلنا نحن ماذا فعلت أنت ماذا فعل وليه ماذا فعلت أنا كمدير كمفتش إذا أخفق الطفل فأخفقنا نعلم فأخفقنا فنقول هيا بنا نعرف الأسباب دونه والمستوى وهيا بنا في الفصل الثاني نحاول باش نطلع له المستوى هذه هي وظيفتنا البيداغوجية والتربوية وهذا هو الهدف من وجودنا هنا أستاذ هنياء مدبية تعطينا رأيك أخصائية الطفل كثير النشاط يا هل ترى هل هناك علاج هل هناك تكفل هل هناك تكفل والطفل هذا يا هل ترى ندركافيك ليروكمونداشيو انترنسيونال وكامل هذا الطفل هذا يبقى مع المجموعة العادية على الأطفال ولا لازم له قسم خاص ولا وهذا الطفل هل ممكن ينجح يعني ممكن كين علاج باش يولي يركز أكتر وينجح في حياته وفي دراسته نعم أستاذ بون احنا الحاجة اللولا اللي لازم ننتبهوا لنا يعني مع أطفالنا ما لازمش نديروا لوليتيكات هدا سيتاني باقاكتيف ستزغمشي تدارلي نروح لها لجنبه أنا منقبلهاش على ابني ما نقول عليه إباكتيف ما نحب وحد آخر يقول عليه باش طفل ما يحطش روحوا تحت هذا المصطلح ويقعد يتمي الشاب يعني يقول لك أنا رأني مختلف على الآخرين والا شول هم يديروا له الاختلاف ويكلاسي وفي بلاستو وكملوا هدي حاجة اللولا الحاجة الثانية أن هذا الطفل في السن ثلث سنوات احنا ديجا قلنا البقايا راح تبدأ من ثلث سنوات باش ما يكون ويا حتى صراح هذا الطفل عنده ها بي تقول لي بلي وكان اكتشف قبل ثلث سنوات كان قادر يدارك الوضع لأنه لاش اللي باكتيفيدي هي وشنية هي معاملة معاملة طفل أم طفل أب ممكن هذا الطفل كان ما عندوش حدود لأن الحدود الفاصلة بين العالم الداخلي تاعه والعالم الخارجي بينه مثلا هذا الطفل كما قلنا مثلا على مائدة يعرف باللي كي يقعد ما لازمش يتحركه كامل هو على بالو بيها ميلو كان كان أشاك في يقعد وما ندرولوش هاد الملاحظة من اللي كان صغير يقعد يتبع في هذيك العادة حابتي تقول يوستاذة بلي لفشوش هاي ولي بير اكتيفيته لفشوش هذيك لاب خوتكشون زايدة تؤدي هي من بين الأسباب التي تؤدي عدم التربية أو نقص في التربية الصالحة أنا كامل أزواج ولكن وراهي الأم الصالحة وراهي واشي يحب وقعد يتمرد أستاذ خوصين أنا نولي لك سمحيني قاتل دعم أستاذة أحكينا على أوليدك بين عام ونصح ثلث ثلث سنين يا هل تارى كنتم قيدينه يا هل تارى كنتم فشينه ماذا بنا نعرف هذي النقطة هاي لا ملاحظة على الأستاذة تعرف شوش هذي أنا ويمها العكس تماما كان عند جدهم فشاته شوية داكر هذي هي أنا ويمها عن جده نعيش ولا شحال بخان ترواموها أي سن أي سن من العام من العامين هكذا فالم السن اللي يبدأ يتحيل فيها هو داكر 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 والتاني شي التاني أن الأم أن الطفل مثلا في المدرسة كما قال الأستاذ لابغي كي كان يكون تلميذ تقول أستاذ هذا تلميذ كثير الحركة إلى غير ذلك يعني الشيء اللي نوجهه للملاحظة نقضي نوجهها الأستاذ إذا توعنا أنه يعني يتحمل شوية مسؤولية هذا كالطفل لازم وعلاش لا خطر وكي عيط للأم الأم ما عندهاش نفس الوضعية ماهيش أستاذ وما عندهاش دلاميذ وبالمرات الطفل تسيبوا إيباركتيف في البيت بلكي يدل الأعلى مولي بالصح في القسم وكان يوجد يعني الرعاية الكافية وجوع الكافي في البيت الأم في البيت عندها ذاتية وعواطف لكن الأم تتعامل مع كما هو كما الأطفال كامل يعني ما حش يرقى ذاك لفشوش وما يرقى هو مش يزيد دير كتر وهذا تحبس تحبس نعم تحبس ممكن تحبس في سن الكومون اللي نقول إحنا سن الكومون عند الأخصائيين في سنين يبدأ من 6 إلى 8 سنوات إلى 9 سنوات عندنا سن الكومون تعد طفل وين الغرائز الجنسية تنخافك واللي يهتم بالمدرسة يهتم بالحياة إلى غير هنا البروفيتي كين شوفوا الطفل بهذا كين اللي يقول لك أنا أوليدي كان قبيح ويزغط بسحهم بعد تكلمة وما يعرفش منين ولكن هنا دور الجهاز النفسي أن في سن الكومون كل حاجة تعود تنخافك يعني أي سنة بين 6 أو قريب أو قريب وإحنا نشوفوا يجيبونا يجونا الأهل تقول لك أنا أوليدي إبغا كثير فأنا مقدرت له أنا نبدأ ونديروا معاهم الحصص التعمال الفحص النفسي نلقوا فعلا مشاكل يعني والله العظيم أحيانا ما تلومش فيها الطفل بسكو هما المربية لأن الطفل يولدوك الصفحة البيضاء بالضبط طفل وش تدير فيه راح تعاود تلقى يجي إبغادهم وبحث تلقى الأم ما عرفش تتعامل مع هذيك الوضعية كيما قال للأستاذ كينوين عندنا عقاب كينوين طفل تحت تخزر برك فيه فهموش حبي تدخل ولكن سعب أستاذا اليوم أنا شخصيا فمن خلال أولادنا تعالجناحنا تعلمت بزاف حواج دعم أنا نشوف هنا باللي السن اللي قادر يديفلوبي فيها هذه كثرة النشاط راهو السن وين بالمرات الأم راهو واحدها مع وليدها والأب كذلك يعني يقولنا من عام حتى الثلاث سنين يعني راهو في البيت يعني ما كاش ليساعدك ولا إذن إحنا ما دابنا من هذا المنبر هذا نقول للأمهات بين عام وثلاث سنين لازم وليدهم لازم يكون مؤثر لازم يكون مؤثر لازم يتفشش لازم نفشه في إطار المعقول يعني مثلا كيما قلنا نقولوا ما ديرش هذه الحاجة لازم لازم تبقى على هذيك القول لازم تربي وليدك نعم على الممنوع على المتاح على نعم هذا هو نعم الكائن أيضا من أطفال لازم نسمعوا الأطفالنا مثلا كيها دروا معنا لأن الطفل ما تسمع لوش وبعد وما نحي يكون التمرد انتك يشوفوا يزغدوا كامل هو باش يديرها نقطة انتباه وثاني اللي راني هنا من سنة لسانتين ما تعطوش الجدات وتربيه الخضر اللي عطينا الجدات ولا الجدات لك حنا لو كانت سمعنا الجدات يعني أنا درت أغنية جداتي سر وبسمتي لأنا ربطني جداتي أكيد يعني عاطفة على الجدات ممكن تكون أكتر من الأم ويا أكتر حانان ولكن معليش حتى وربطوا جدات ونحاولوا نحن نعدلوا برغم كل مشاكستي ضوضاء لعبي ومشاغبتي تحسنين معاملتي بهدوعين وحكمتي وكذلك الجدات اللي هنحبوها ولكن الجدات ما تدلش بزاف الأولاد ما تفشيهم مش بزاف دلاري إن شاء الله ستكونوا استفدتوا من هذه المعلومات هذه إذن الطفل قبل ثلاث سنين تم اللي لازم تردوا باركم عليه والناس اللي عنهم وولادهم عنهم كثرة ناشاط لي بار اكتيفيتي ما يفقدوش الأمر كما سيحوسين من سبع سنين حتى لتسع سنين رحين ترتاحوا وتعدوا ترغبون إن شاء الله إن شاء الله تفضل 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 شوف حتى ندخل واحد التفاؤل للأولياء اللي يعانوا من هذا من هذا الظاهرة شوف أنا بدون طريقة علمية وبدون ارتكاز يعني طريقة عملية بقول الله يا هذا أنا دائما خاصة في الوسط العائلي وكذا حتى نلقاه واحد منهم من هذا النوع كثير الحركة مفرط في الحركة تلقى هم كامل مهتمين يقول لك لازم منشغلين بهذا الوسط أنا وش نقولهم نقولهم هذا أو هذه خاصة هذا لأنا بضبط هذا أكثر من هذه لا لا الظكور أكثر 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 من البنات في هذه النقطة أنا نقولهم هذا سيصبح هشوف يخافوا في المستقبل يقول كي يصبح عن 18 و20 سنة قولك ذرك روه هنا عندي في الدار وكذا ما زي متحكم فيه وإنه من بعد كي يخرج للشارع ويروح وخلاص هم كي يخافوا الأولياء ما يقولوا هاي وليس كي يحسوها أنا نقولهم سيصبحوا من أعقل ومن أهذب الأشخاص فيما بعد وحقيقة بالتجربة تباحت أقول لك ما يسمن ناحية العلمية بالتجربة والله يتوجد هذا الولاد لماذا أظن أظن هذا تنتاج متاعي فقط أظن أنه أن هذه الطاقة المتزيدة اللي عنده يفرغها كلها في هذا في هذا الفترة في هذا الفترة هذه ومن بعد عندما خاصة عندما يصل في سن المرهقة فإنه نعم نعم يتقلم ودرت تجربة كان عندي جاري وقلنا في المؤسسة عنده ثلث بنات وعنده طفل واحد ثلث بنات عقلات وفي المدرسة في التفوق يعني في التفوق المدرسة الله يبار هو وبطبيعة الحال كثير الحركة عنده تنذبذوبات في النتائج المدرسية لازم ما رهوش كونسطان ما رهوش ثابت ما عندهش تركيز ما عندهش تركيز ما رهوش ثابت هذا يجب نعرفوه كان دائما الوالد التاعه صديقنا كان يخاف عليه وكان يقولي وكان يجي يطلب النصيحة من عندي نقول له فيما يخص الدراسة كان شوية نقص نقول له عنده اخوتاته مجتهدات رمي عونوه في الدار يعني ممكن شوية يستدرك اما اما تخاف عليه في المستقبل كان يطلع في السجر يطلع في الصور يعني سيحوسين يقدر يعطينا نقول له غير بالعقل كما قال ولكنك ما تخاف عليه يستعقل كل ما كاب وراك كل ما استعقل وجاب الباكالوريا وراه في الجامعة ولبس عليه وهادي وياسوق سيارات الحمد لله حمد لله حمد لله فدر سيحوسين العستاذ ذكر النت شبير روح سيحوسين كان يتفائل حمد لله فيما يخص النتائج المدرسية هو متفوق من المتفوقين عنده مشكل في التلوين مزروب لأنه قبلك التلوين في الخطوط لازم يلون داخل الخط هو مزروب هو يلون عرضي ممشرة ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا إذا كانوا ولدكم عندهم كثرة النشاط ما تفقدوش الأمل راحين يتعقلوا قبل في حدود تسعة سنوات أكثر حد ولكن لازم تردوا بلكم عليهم كي يكونوا عندهم أقل من ثلاث سنوات ولازم تعتني بولدكم والحوار دائما الحوار الحوار إذا تصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولدنا تحتجنحنا بوان كوم ولا صبحت الفيسبوك ولدنا تحتجنحنا إن شاء الله تكونوا استفدتم معنا استنونا في الحلقة المقبلة سلام من حق لن ندرس نتعلم حتى ننجح نبدو مجهد نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا ولا بلدا نحب الجرية في كل مكان حق الرعب يزيدنا فرحة وكذا علاجنا بالمجال حتى ننعم بالصحة من حق الطفولة صحة علم حب حنا لا مطلولة ولا مدلولة في العب تحية بسلم أمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة